عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمي لدولة إيطاليا والتي استمرت لعدة أيام وخلال الزيارة التقى الفريق أسامة عسكر بالفريق أول بحري جوسيبي كافو دراجوانا رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية وكذا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العاملية المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية كما قام بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة هذا وتضمنت الزيارة لقاء عدد من مسؤولية الشركات الإيطالية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع اشتركوا في القناة